ميدو بيدرب الإسماعيلي ميدو مديرة فنية للنادي الإسماعيل إضافة قوية لننكر أن ميدو كاريزمة وعنده الشخصية مع أسأس كمدرب حراسة المرمة ميدو هيعمل إيه في الفترة الجاية مع الإسماعيلي ونادي الزمالك هيعمل إيه مع فريرة يعني ضياع النقاط الأخيرة والنادي الأهلي في ورطة محتاج بديل محتاج راس حار بجامد محتاج بكريت مكان أكرم طفي فيديو بتاعنا ده شوفوا للآخر لأنه في كلام كتير جدا هيشدك واسمعه للآخر لأنه فيديو فيه أخبار مهمة جدا لكل أهلاء وكل زمالكاوي وكل واحد ما يحب القرى في مصر يشوف الفيديو الآخر نروح للإنترو ونرجع لكم ميدو مدرب لوكاريزمة طبعا لما تجيب مدرب هات مدرب قيمة مدرب هيفيدك مدرب اسمه كبير فتوقف قدامه وانت عامل كده صوتك ما يعلاش ما تتكبرش عليها فميدو بالأرقام والاسم والأندالة لعبها تاريخ وكبير ميدو لافف وبرام وصايع ومعلم فهيقدر يطلع اللي جوه اللعيبة الفرق بين مدرب ومدرب ازاي مدرب يخليك تطلع اللي عندك تطلع القوة اللي جواك ازاي تبدع ازاي تدينا كورة ازاي تدينا مجهود وده اللي هيقدر علي ميدو بكاريزمته وشخصيته وده مدرب برضو محترامي صغير في السن درب نادي الزمالك وحق بطولة مع نادي الزمالك واسم كبير ميدو فميدو هيكون اضافة قوية وهينجح وخصوصا اول ماتش صعبة يلعبه قدام ناديه نادي الزمالك ماتش هيبقى ضرب نار انا واسق مش هيبقى سهل لنادي الزمالك وخصوصا لنادي الزمالك في الفترة الاخيرة شايفين عمالي يقع في نقاط ازاي منه نقاط ازاي وعند فريرا والطريقة اللي بقى بيلعب فريرا وعدم استغلاله الاوراق الكبيرة الحلوة اللي عند فريرا وازاي ميدو هيلعب ماتش قوي جدا قدام لإسماعيلي وازاي هي دي مرحلة الانطلاقة اللي هتكون لنادي الإسماعيلي على ايد ميدو ميدو زي ما قلت مدرب كبير واسم كبير ومدرب مقنع جدا انه يغير وانه يعمل فرقة حلوة الإسماعيلية يا جماعة فرقة قيلة محتاجين مدرب محتاجين باسم كبير زي ميدو وانواصق انه ميدو هنجح ان شاء الله مع النادي الإسماعيلي بعد خبر ميدو هنروح لنادي الزمالك هل ناجي الزمالك سمعنا المستشار المرطال منصور بقول مفيش صفقات جديدة مش هجيب وفعلا النادي الزمالك مش محتاج ايوة يا عم مش محتاج والله انه محتاج ناجي الزمالك عنده اوراق كتيرة جدا بس فريرة ما بيعرفش يستخدمها فريرة هل هقو عند فريرة بيعند ولا كبر وخرف الله اعلم فريرة كان مدرب اسمه وتاريخ عمل وارقام على رأسنا من فوق كل تحية عمل معجزة مع ناجي الزمالك وحقه بطولة لا حدش يقدر ينكره لكن دلوقتي انت السنة اللي فاتت ما كانش عندك لعيبة وكنت يا دوبك عد موجودين عد دوب لكن دلوقتي انت عندك كتير مستشار جاب لك فرقة فانت ملكش حجة وده اللي قولنا عليه فانت متلعبش في التشكيل كتير والجيب دهنة وتودي يعني اسرارك على زيزو في الشمال انا شايفه غريب زيزو ماروش اليمين محمد صلاح لو شقلبته ماروش اليمين هو كده في واحد في فرنسا لو وديته اي حتة غير كده وربنا ما هيلعب في العيبة كده في العيبة يقدر يديك اكتر من مكان وفي العيبة مكان واحد بس فزيزو هو يمين اه عنده المقدور ان يمسكه الصحة بس انت بتموته بيمسك كرة كتير وبيستهوت كرة كتير فميده فزيزو بيعملك كده بيموت نفسه في الكرة فثبته في اليمين عندك اوراق كتيرة في اليمين اذا ما كانش زيزو عندك ممكن تنزل من تاني شكبال شكبال بنزل شطان يكسر الدنيا ففي عندك بداية عندك والله يلعب كمان نمار يلعب عندك في الشمال مصطفى شلبي عندك مش مصطفى شلبي لازم يكون يوسف قسامة نبيه اثبت نفسه كوه بيجي من الخلف في العيبة بيجي من الخلف ما ينفعش تلعبه لصحاربة ما ينفعش يوسف حسن ما ينفعش كرة صحاربة ما احطران مش هدلسة ناشئ صغير وديوته اكتاماتش وما نجعش يبقى حرام لكن اكنولا انت جايبه الودي المؤخرة عنده زادت من الاعداء وربنا الودي لازلص حرام يا اخي اذا مش الجزيري يبقى اكنولا بس اذا مش الجزير اكنولا فانت عندك اوراق انت فيه عند فيه طريقة مش حلوة عندك امام عشور لازم السيسي امام عشور السيسي الدول اللي اتنين اساسين في نص الملعب قلبي نص الملعب سواء ستة او تمانية حلو الكلام انت فوز في السنة اللي فتت بالعدل اللي كان عندك كان عندك عدل اللي نجح نازل زمالك السنة اللي فتت يا جماعة مع فريلا انه كان عدل وما بيجملش قاعد بنشارك فترة قاعد زيزه قاعد امام قاعد الجزيري عفوا ما كانش له ببير طلع الناشئين عمل غيرة في الفرقة اللي هيكتهد ويقول نعم وحاضر هيبقى في الملعب وهو ده اللي نجحك مع تقلق عواد والحظ مش دايما هيديك يا فريلا الحظ مش هيقفت جنبك في كل وقت وحظك الحلو انك بتضيع نقاط والاهل بيضيع كولر برضو في حاجة في راسه كولر لو مركزه ومسبت تشكيله ومش ممكن فخلينا في الزمالك دلوقتي فأوراقنا للزمالك كتير مع فريلا وعنده اكتر من كارت وعنده اكتر من بديل عنده نص ملعب قولنا امام عشور السيسي شيل اتنين يا سيد لو في حاجة عندك نزل عماد دونجة مفيش يا عام نزل روئة يعني عندك بدال كتير عندك قسام كتير اوباما انت قاعدته اوباما كان نجم وما حدش بيكلم لان انت لك كل الصلاحيات عندك ورح سامة عبنجيدة عندك محمد عبدالغنة عندك عبدالله جمعة عندك ابو الفتوح قسام جامدة عندك الزناري عندك المثلوسي عنها ربيض نعمل بقى تقدر تلعب بكريت وبكليفت وتقدر تلعب كمان تلعهم تقدر تلعب ب 3 4 3 وتقدر تلعب 4 4 2 عندك الاوراق بتاعتها كلها تقدر تنفس بيها دفاعيا وهجوميا ففريرا ماروش حدة ومجلس الادارة تلعق عليها صراحة انه مش هشتري وعنده حق ورينا باللي عندك لان اللي عندك يكسب قال انا بقول له من احسن لعيبة في مصر عندك في الناس زمالك فالمشكلة في فريرا مش مشكلة في اللعيبة ولا مشكلة في مجلس الادارة نروح على الاهلي يالله بينا على الاهلي الله يرحمك كابتن ممضوحه ممضوح فرج لا نروح مع بعض الله يرحمه لو كان بتشوفنا في المصرعة فنروح للنادي الاهلي النادي الاهلي بيعاني اول حاجة النادي الاهلي محتاج اكل شيء تلات لعيبة محتاجهم من النادي الاهلي ضروري وده مسئولية الكابتن محمود الخطيب والمجلس الادارة انه يوفرهم لكولر في يناير ليه بقى لان اكرم توفيق ما عندكش حد هتقول له لعب مين كريم فؤاد والله ما هيديك محمد هاني اغسل ايدك ولا هيعملك حاجة وهذه ان احنا عارفين عندك محمد عبد المنعم عندك محمود متولي عندك كاسر ابراهيم عندك عالم علم دفاعك حلو بس الباكرايت مشكلة عندك فانت محتاج باكرايت وبسرعة ويكون محترف بقى تديب ويلعب في اليمين لازم ومحترام بروني سافيو ماشيين مش هينفع معا الاهلي مش هينفع شكل الاهلي مش هيدي الاهلي سدقوا اني فرفور بقى ولاعيد بيعمل كده وشكة وسكينة وما ينفعش انا اسف يعني مش هيديك فانت الاهلي محتاج راس حربة قوي قوي محمد شريف مش هو محمد شريف ما بلعبش بدماغه محمد شريف مش كافر للتحملات محمد شريف مش محطة قوية محمد شريف مستوى متزبزل شاد حسين يبدو ان التشيرت الاهلي تقيل عليه في لعب كده مش هينفع ناد الاهلي اسم الاهلي كبير فالتشيرت بيبقى له ناسه ناس تنفع عندك في اليمين تهر محمد تهر يديك عندك حسين الشحات متقلق عندك برسلو شوية ولا انا اعرف مش عارف بقى عنده اصابة مزمنة محتاج في الشمال كهربة مشكلته مطولة مش عارفين اخرتها ايه فانت محتاج واحد في الشمال جامد 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 يكون قدام علم علول فيبقى عندك علم علول والجناح اللي هتجيبه ده هيبقىه جدا لان انت برضو عملت جارب احمل عبدالقادر يديك شوية وما يديكش ممكن بديله مين اللي هينزل فانت لازم يكون عندك عندك طهر محمد في اليمين موجودة فالمشكلة عند الناد الاهلي التلات محتاج جناح يا صار ده اكيد محتاج راس حربة محتاج بكرات مكان اكرم طوفي ده المطلوب وكولر بيقلف كولر بيعنج وكل ماتش يلعبلك بشاد حسين راس حربة مرة يلعب حساب حساب مرة يلعب محمد شيرف مرة يلعب برون وصيفو مرة يا عمي وبعد كده جنزل برون وصيفو يلعب مركز عشرة مرة ده كده يحط افشا بعد كده يلعب حسين الشحات ويتقلق حسين الشحات في اليمين الماتش اللي جاي ما تلاقهوش تلاقي يلعب باحمل عبدالقادر م يجب كثيراً ك浮 Paige Salvador لازم سبك التشكيل ouais طريقة مثل سبك التشكيل واللعيب تحفظ الأماكن وهذا مهم في والعياة النادي القديم في وغيره مرحلة صعبة ومشاعة لعيبة يتدخل self advantage فيها ماتشات جامدة هيلاعب tasbol ما لاعب برامز هالزمالك مثل مدعكة جاية المهم الماتشين الجامدين الجايين الأمهز من داخله قديم نادي الأهلي الناديились جامدين الجام certains النادي صراميكا الماتشين جامدين جدا جدا نتمنى نشوف ماتش حلو و نتمنى نشوف مباراة جميلة و نتمنى نشوف الأهل والزمالك كده جمدين و نتمنى نشوف الأندية الجماهيرية ترجع مش دور الشركات اللي احنا بنع فيه و نتمنى الجماهير ترجع إذا عجبك الفيديو لك يشيروا كومنت السلام عليكم